أهلا بكم مشاهدي الأعزاء اليوم سنشرح خبرا من موقع بي بي سي يتحدث عن مرض غريب يسيب الأطفال بسبب كورونا فيروس كورونا فيروس Children affected by rare kawasaki like disease الأطفال يصابون بمرض ناذر يشبه كواساكي rare rare nadir disease مرض Scores of UK and US children have been affected by a rare inflammatory disease linked to coronavirus العشرات من الأطفال في أمريكا والمملكة المتحدة UK مملكة متحدة أصيبوا بمرض التهابي ناذر مرتبط بكورونا فيروس have been affected have been affected Socebo by a rare inflammatory disease by a rare inflammatory disease بمرض التهابي inflammatory rare nadir linked to linked to مرتبط بي وفي عدد قليل من الأطفال يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة والبعض منهم قد يحتاج لعناية المركزة وفي عناية المركزة وفي عناية المركزة وفي عناية المركزة ما يقارب مئة طفل في المملكة المتحدة أصيبوا وتشير الدراسات إلى أن نفس المرض قد شهد في مكان آخر في أوروبا شهد لدى الأطفال في مكان آخر تقترح الدراسات نفس رد الفعل شهد في الأطفال في مكان آخر في أوروبا ومن المحتمل إن سببه يرجع إلى استجابة مناعية متأخرة للفيروس والذي يبدو أنها تشبه لكواساكي ديزيز مرض كواساكي ديزيز إن سببه لكواساكي ديزيز إن سببه لكواساكي ديزيز أن ينتبه لرد فعل خطير لكن ناذر في الأطفال هنا رد فعل رد فعل أو استجابة الأطفال للفيروس في أوروبا إن سببه لكواساكي ديزيز إن سببه لكواساكي ديزيز إنسان بحقق حفزاكي ديزيز إن سببه لكواساكي ديزيز مرد ثمانية أطفال في لندن بما فيهم طفل يبلغ أربعة عشر سنة توفية who died This was prompted by eight children becoming ill in London including a 14-year-old who died They all had similar symptoms when they were admitted to Evelina London Children's Hospital including a high fever, rash, red eyes, swelling and general pain كلهم كانت ليهم أعراض symptoms أعراض متشابهة similar عندما أدخل إلى مستشفى Evelina في لندن when they were admitted including a high fever بما في ذلك حمى مرتفعة rash طفح جلدي rash red eyes swelling انتفاخ swelling تورم and general pain Most of the children had no major lung or breathing problems although seven were put on ventilator to help improve heart and circulation issues فمعظم هؤلاء الأطفال لم تكن لديهم أي مشاكل كبيرة في التنفس وفي الرئتين على الرغم من أن سبعة منهم although seven وضعوا على جهاز التنفس الاصطناعي ventilator ventilator لمساعدة في تحسين مشاكل القلب والدورة الدموية circulation issues circulation الدورة الدموية ويصفها لطباء على أنها ظاهرة فنمنا جديدة similar to kawasaki disease shock syndrome تشبه similar أو مشابهة لي متلازمة الصدمة المشتبطة بمرض kawasaki shock syndrome syndrome متلازمة shock الصدمة وهو a rare condition that mainly affects children under the age of five وهي حالة مرضية نادرة rare تصيب بشكل خاص بشكل رئيسي mainly mainly الأطفال تحت عمر خمس سنوات mainly affects children under the age of five symptoms include a rash swollen glands in the neck and dry and cracked lips وتشمل الأعراض symptoms include طفحا جلديا rash وتورم الغدد swollen glands glands الغدد في الرقبة in the neck وشفاه متكسرة وجافة أو شفاه متشققة وجافة dry and cracked lips dry and cracked lips but this new syndrome is also affecting older children up to the age of 16 with the minority experiencing serious complications لكن هذه المتلازمة الجديدة new syndrome تصيب كذلك الأطفال الأكبر سنا affect is also affecting older children حتى عمر 16 up to the age of 16 وأقلية منهم يعني عدد قليل فقط منهم يختبرون مضاعفات خطيرة أعفو أن نترجمها بيعانون experiencing يعانون serious complications complications مضاعفات Dr. Liz Whitaker clinical lecturer in pediatric infectious diseases and immunology at Imperial College London said the fact that the syndrome was occurring in the middle of a pandemic suggests the two are linked وتقول الدكتورة Liz Whitaker المحاضرة في أمراض الأطفال المعدية pediatric pediatric يعني متعلق بمرض الأطفال له علاقة ب طب الأطفال pediatric ومنه pediatrician طبيب الأطفال infectious diseases الأمراض المعدية and immunology والمنع An Imperial College London said قالت بأن كون هذه المتلازمة تحدث في وسط الوباء يحيب بأنهما مرتبطين بأن هذه this syndrome المتلازمة مرتبطة بالوباء suggests يحيب تعني كذلك يقترح said the fact that the syndrome was occurring in the middle of a pandemic suggests the two are linked وقالت بأنه بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من بلوغ COVID-19 لأوجه لقمته peak أوجه العدوى ظهرت هذه الظاهرة الجديدة مما يجعلنا نفكر بأنها ظاهرة ما بعد العدوى يعني مرتبطة به post-infectious phenomenon you've got the COVID-19 peak and then three or four weeks later we're seeing a peak in this new phenomenon which makes us think that it's a post-infectious phenomenon she said هنا كلمة post تعني بعد post نقول مثلا modernism الحداثة post-modernism ما بعد الحداثة war الحرب post-war أو post-world war two ما بعد الحرب العالمية الثانية peak peak القمة يعني الأوج أوج اندشار المرض peak phenomenon 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 الظاهرة phenomenon this means it's likely to be something related to the build-up of antibodies after the infection after infection هذا يعني بأنه من المحتمل likely أن يكون شيئا له علاقة بزيادة الأجسام المضادة بعد العدوى antibodies الأجسام المضادة infection العدوى أو الإصابة بالعدوى this means it's likely to be something related to the build-up of antibodies after infection moon